اشتركوا في القناة هل يلزم لها الوضوء والطلاب في المدار سلي أمرهم بالوضوء أحسن الله إليك أما القراءة في المصحف فلا يسرط لها الوضوء وأما مس المصحف فلابد فيه منه وعلى هذا في إمكان لسان أن يأخذ المصحف بين يديه ويكون عليه قفازات أو معه من دين يتصفح به المصحف ويقرأ أما بالنسبة للصبيان فقد رخص في ذلك الكثير من العلماء أن يمس القرآن بلا وضوء وقال لأنهم غير مكلفين فقد رفع القلم عن ثلاث وقال بعض العلماء لا يمسون النصبيان لا يمسون المصحف إلا بوضوء لأن هذا احترام للمصحف واحترام للمصحف وآجب على كل أحد ولكن نحن نقول إن أمكن أن يتواطئ فهو أفضل بلا شك وأسلم وإن لم يمكن فلا بس نعم شكرا للمصحف شكرا للمصحف كثيرة شكرا للمصحف اشتركوا في القناة